اشتركوا في القناة وحدة تكسير جديدة إضافة إلى زيادة طاقة وحدة التكسير الهيدروجيني المعتدلة إلى 70 ألف برميل يوميا من نحو 54 ألف برميل يوميا وسيساهم مشروع التحديث في إنتاج منتجات نظيفة وذات قيمة مضافة وصديقة للبيئة ويتوقع الانتهاء من المشروع في العام 2021 وتعمل شركة نفط البحرين في مجالات تكرير وتوزيع وبيع وتصدير النفط الخام والمنتجات النفطية وكان وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة قد صرح في وقت سابق أن مناقصة توسعة مصفات بابكو سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري في خبر آخر رخص مركز البحرين للمستثمرين لنحو 87 شركة جديدة تعمل في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية في المملكة خلال الأسبوع الماضي وذلك بإجمال رؤوس أموال تصل إلى 1.3 مليون دينار وقد أظهرت البيانات الرسمية لمركز البحرين للمستثمرين أنه تم تسجيل 83 سجلا نشطا دون ترخيص وأربع شركات نشطة وقد أشارت البيانات إلى أن 65% من الشركات المسجلة صنفت ضمن الشركات ذات مسئولية محدودة بواقع 53 شركة سجل دون ترخيص وثلاث شركات نشطة فيما بلغت نسبة شركة الواحد حوالي 29.9% من أجمالي الشركات المسجلة بواقع 25 شركة سجل بدون ترخيص وشركة واحدة مسجلة بترخيص في حين بلغت نسبة شركات التضامن ما نسبته 5.7% من الإجمالي بواقع 5 شركات تضامن دون ترخيص والآن وقفة سريعة مشاهدين مع أسعار صرف الدينار البحريني مقبل العملات الخليجية والعالمية نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل المؤشر العام في المنطقة الحمراء بانخفاض نسبته 0.27% عند مستوى 1280 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية والاستثمار والخدمات والصناعة وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليون و292 ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 281 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 42 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهم المتداولة ما نسبته 65.11% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة ونتابع الآن مع أغلاقات البورصات الخليجية ونبدأ مع السوق المالية السعودية والتي أغلقت عند مستوى 7089 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 1.22% وكانت الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم أما بالنسبة لبورصة الكويت فكما نلاحظ على الشاشة فقد أغلقت عند مستوى 6214 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.28% وبالنسبة للسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4283 نقطة من خفاض طفيف بلغت نسبته 0.82% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر